السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة هعمل فكرة حلوة جدا من بوايق لوماش اول حاجة الجزء الاسود ده كان بقيت الجيبة اللي عملت منها الفكرة اللي فاتت ودي كده طرحة شيفون فيها لولي زي ما انتم شايفين هاختار الجزء اللي هو من تحت اللي فيه بلسيدة وهستخدمه علشان يكون ديل الفستان انا عايز اعمل فستان نصين النص اللي فوق اسود واللي تحت دوت معايا لونه كشمير جبت البلوز زي ما انتم شوفتم علمت بس حردة القبط وعملت اللي هو مقاس الرقبة وهبدأ كده ان انا اقصهم انا بقص على رقين يعني دول كتعتين تحت بعض عشان نعمل الجزء الامامي والجزء الخلفي من الفستان اول حاجة كده انا قصيت حردة القبط وبعد كده بشيل اي زيادة في القماش من تحت معلش المقص الصغير فبيبقناش شوية في التعطية اول حاجة كده هقسمها الجزئين دول كده من بعض عشان يبقى عندي جزء امامي وجزء خلفي لان الحردة بتاعت قدام بتكون اكبر من الحلف ده اللي هي بتاعت الخلف فاول حاجة كده هتنيها على بعض والمكان اللي انا عامله ده كده نفس المقز اللي انا محتاجه هعمله للامام والخلف هعمله لوحده بحيث ان الامام بيكون اوسع من الخلف عايزين تعملوا الاتنين واسعين بحيث ان الرقبة تخش براحتها زي ما انتم حابين هتقصوا الاتنين على بعض انا كده محتاجة ان الرقبة تكون اقل فهعمل الجزء اللي هو الخلفي بتاع الدهر بفتحة صغيرة زي ما انتم شايفين كده كده يبقى انا خلاص عملتها المفروض محتاجة ان انا اقفلها على البطانة بس كده هقص الاول الجزء اللي هو بتاع الشفون اللي تحت ده اللي هو فيه بلسيدة انا مرضيتش اختار اللي هو السيدة ده فيه شكل حلو فحبيت ان انا استغله والمساحة بتاعته نفس المساحة اللي انا عاملها للفستان بتاعي فيطلع مصبوع هسيب بس جزء كده من فوق بتاع الخياطة حيث ان انا لما خيط الجزء ده يكون مكان الخياطة برضو مش هيكون بين غير الجزء اللي قديم زي ما انتم شايفين كده بوريكوا شكل الفستان كده خلاص محتاج ان انا بقى اقفله على المكان اول حاجة جبت للجزء اللي هو بتاع الرقبة جبت القطع صغيرة للسجاف وبدأت كده ان انا اخيطها وبعد كده اقلبها واكويها وعمل الجزء الامامي لوحده والجزء الخلفي لوحده اهم حاجة الفينش يطلع معايا في النهاية زي الجاهز بالزبط بعد كده ههم لتشريم كده زي ما انتم شايفين كده بالمص بحيث ان انا لما قلبها تريح معايا لكنها ايه يعني اليقته بقى مزبوطة زي ما انتم شايفين كده انا هقلبها وبعد كده حكويها هتطلع معايا بيرفكت زي الجاهز بالزبط بعد كده هخيط الاتنين في بعض وهبدأ ان انا هزبط كده بصد قلبت معايا دي كده الامام هخيطها بقى ايه في الخلف زي ما انتم شايفين من الجن وهخيط كل جزء موجود في الجزء بتاعه بتاع الجيبة بعد كده هقلبهم على بعض كده وهخيط على بقى ايه مساحة الجناب اللي انا عايزة عايزهم جسم هعملهم الجسم عايزة سيبوا سنة واسة يبقى خيط على الترف بالزبط زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا بقى اكوي كوي حلوة كده بحيث ان انا ازبطوا واي فتل عندي هقصها ده كده شكله نهائي شكله حلو جدا وبسيط بصوا من بواقي وماش الجلاسوة ده بتاع الجيبة اللي فاتت والكشمير ده من طرحة عملنا درس حلو جدا شكرا